بعد سنوات من المطالبات اللجنة المالية تضع الأمور في نصابها بموافقتها على منح معاشات استثنائية ومكافآت للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد بما يشتمل الذين تقاعدوا خلال الفترة ما بين الثامن والعشرين من إبريل عام 2008 وحتى الواحد والثلاثين من ديسمبر عام 2009 بتكلفة سنوية تصل إلى ثمانية ملايين دينار سنويا كما يمنح القرار العسكريين المتقاعدين معاشا بقيمة أربعمائة دينار لرتب الملازم والملازم أول والنقيب وثلاثمائة دينار شهريا لمن أنضى بالعسكرية خمسة وعشرين سنة فما فوق وكذلك مئتان وخمسين دينارا لمن أنضى عشرين سنة من ضباط الصف والأفراد إضافة إلى منح مكافأة استحقاق بواقع سنة تمنع مرة واحدة فيما ارتأت اللجنة عادة من ضم فئة ما بعد عام 1991 للمشمولين وذلك للرفض الحكومي القاطع